تضم مدينة لوس أنجلس الأمريكية متاحف غريبة عدة تعرض فيها مجموعة كبيرة من القطع غير المألوفة والمخيفة أحيانا بينها صورة لدماغ الرئيس السابق جون كانيدي ومراسلات غرامية لستة أشهر ورسوم تصويرية لسفاحينه وتعيش هذه المدينة الكبرى في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة حالة غليان فني مع افتتاح الكثير من دور العرض الفنية بينها متحف بروت في العام 2015 ويضاف إلى هذا العرض الثقافي الكلاسيكي سلسلة من المتاحف الصغيرة الغريبة بينها متحف القلوب المحطمة أو الموت أو الأرانب وفي قاعات العرض في متحف القلوب المحطمة الذي تم افتتاحه في حزيران يونيو الماضي يمكن رؤية فستان زفاف قامت امرأة بوضعه في جرى من الماء المالح بعد طلاقها إذ لم تكن تريد التخلص منه كما لم ترغب في أن يرتديه أحد سواها أو أن يلتهمه العث القطع بحد ذاتها لا تحمل بالضرورة بعدا فنيا لكن عرضها كلها في مكان واحد يدرجها في خانة الفن التصوري المعقد الذي يحل الأسرار الكائن البشري كذلك يحتفل متحف بانتصار الحب على الموت خصوصا مع عبوة مياه كولونيا نصف ممتلئة كانت مملوكة لرجل توفي بسبب السرطان وحافظت أرملته عليها بدافع الحب هذا المتحف غير الاعتيادي أنشئة على يد العاشقين السابقين الفنانين أولينكا فيستيكا ودرازين جروبيسيتش الذين لم يكنا يعلماني ماذا يفعلني بالأغراض التي تراكمت خلال حياتهما المشتركة